دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين ومالك يوم الدين الذي لا فوز إلا في طاعته ولا عز إلا في التذلل لعظمته ولا غنى إلا في الإفتقار لرحمته ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره ولا حياة إلا في رضاه ولا نعيم إلا في قربه ولا صلاح ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيده وحبه وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظمنا محمدا عبد الله ورسوله أمينه على وحيه وأكرمه من خلقه وأشرف من وطأ الحصى بنعله فتح الله به أعيونا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى خلفائه الراشدين وآله وأصحابه الصادقين وأزوهجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين ثم أما بعد أحبتي في الله طبط جميعا وطابت أوقاتكم بطاعة الله تبارك وتعالى وأسأل الله العلي العظيم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهه الكريم إنه ولي ذلك والقادر عليه إخوة الإسلام أحبتي في الله هذا ما نريد أن نقوله في حلقتنا الشباب وسبل الهداية الشباب وسبل الهداية لماذا الشباب؟ لأن الشباب هم السبيل الأول في التقدم والرفعة والرقي لأي حضارة أو أمة أو وطن أو دولة بل لا تقوم الأمم ولا تنهض الحضارات إلا على سواعد الشباب وبعقول الشباب الواعي الزكي نعم ولأن الشباب هم الطاقة الفعالة التي إن صلحت صلح حال المجتمع وإن فسدت فسد المجتمع كله وإن فسدت فسد المجتمع كله الشباب إذا ما تدبرت في كتاب الله وفي سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ستجد الاهتمام بالشباب بل أقول لك إن الذين حملوا رسالات الله ليبلغوا دعوة الله إلى الناس كان أعظمهم من الشباب نعم فإذا ما تدبرت القرآن الكريم ستجد أن معظم الأنبياء كانوا في بداية شبابهم لما اختارهم الله تبارك وتعالى برسالاته هذا نبي الله إبراهيم يقف يدعو قومه إلى عبادة الله الواحد القهار ويحطم أصنام المشركين ويقف في وجه الباطل ويقف ليلقنا قومه الدرس في التوكل على الله والإيمان بالله وتوحيد الله وحسن الظلم بالله فقال لهم أفرأيتم ما كنتم تعبدون أي هذه الأصنام ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مردت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين هذا الذي حطم أصنام الكفر ووقف في وجه الباطل ماذا كان عمره في ذلك الوقت لما قالوا من فعل هذا بآلهتنا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم فتى يذكرهم والفتى هو الشاب الذي تجاوز مرحلة الطفولة وبدأ في دخول مرحلة الشباب يعني في بداية شباب وعلى الرغم من ذلك يقف ويصطفيه الله تبارك وتعالى بالحق ليهدي الناس به والمولى تبارك وتعالى أيضا نبي الله موسى يقول فيه ربنا تبارك وتعالى وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا أي لما بلغ القوة الجسمانية والقوة العقلانية في ريعان شبابه أتاه الله رسالاته وكذلك نبي الله يوسف قال الله تبارك وتعالى وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ يَحْيَى مَاذا قال؟ يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةِ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيَّا وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيَّا أي كان في ريعان شبابه وفي بداية شبابه والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما ابتعثه الله برسالة الإسلام وبالهدى وبالنور وبرحمته كان لم يتجاوز مرحلة الشباب والذين نصروا الإسلام مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وحملوا النور معه كانوا من الشباب في دار الأرقم ابن الأرقم كانوا من الشباب وسفراء الإسلام كانوا من الشباب إذن هذا يلفت أنظارنا أن الله تبارك وتعالى وأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وكأن الله يقول أنه لنعلم ونوقنا ولنؤصل في عقولنا وأفهمنا إذا ما أردنا رفعة وإذا ما أردنا أمة قوية عاقلة وإذا أردنا حضارة لتلك الأمة أنه عليكم بالشباب فما نهضت الأمم وما قامت الحضارات إلا بالشباب إلا بالشباب نعم إذن يؤصل في ذلك أقول عليك أيها الشاب بهذه المقدمة وبهذه الكلمات أن يمتلئ قلبك باليقين في الله وبالثقة في الله وبالتوكل على الله أقول لماذا تستضغر نفسك وتستحقر نفسك وشأنك عند الله عظيم نعم شأنك عند الله عظيم فلماذا تحط من شأن نفسك عليك أن تنتبه عليك أن تعيش في شبابك وتعيش شبابك لله عز وجل وتنهض من ثباتك وتنهض من هذا الذي أنت فيه أهذا هو الشباب أهذا هو شبابك الذي تعيش من أجله ربنا سبحانه وتعالى رفع من شأنك ربنا يعني لما يبين المولى تبارك وتعالى أنه أرسل إلى إرسالاته إلى الأنبياء في مرحلة الشباب ده معناه أننا نحقد بلن إن مرحلة الشباب هي أفضل مرحلة فلابد أن تغتنمها جيدا ولابد أن تؤدي فيها ما أراد الله تبارك وتعالى لأنها مرحلة القوة الله خلقكم والله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة إذن اغتنم هذا الشباب اغتنم شبابك في طاعة الله ولا يغر أنك أو ولا يضل أنك هؤلاء الذين يبينون لك أنك لا تستطيع أقول إنهض من ثباتك إنهض من ثباتك آخر يعني عايزة أقول لك هو ده شبابك هو ده الشباب يعني آخر تمحاطك أن تؤذي هذا أو تتسكع في الطرقات أو تعاكس هذه أو تتحرش بهذه أهذا هو شبابك الذي ينبغي عليك أن تحيا فيه لله أما تعلم أن الله تبارك وتعالى في يوم القيامة في أناس سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله وشاب نشأ في عبادة الله إذن الشاب لابد أن يحرص أن ينشأ في طاعة الله وفي عبادة الله لأنك موقوف ومسؤول أمام الله تبارك وتعالى عن مرحلة الشباب ماذا ستقول لربك؟ هتقول لربنا أنا أضيت شبابي في أني آخري أحمل سنجة ولا أحمل مطوى ولا أتآمر على هذا وأتنمر على هذا هتقول لربنا سبحانه وتعالى أنك أنت كنت في شبابي أن أنا كنت في شبابي كان آخري أعبد سجارة أو تستعبدني سجارة أو قضيت شبابي في شرب المقدرات أو هتقول له أنا كنت ماشي مع زميل حبيبي وصديقي أو كنت بأزي الناس عشان خاطروا عشان نضحقوا عشان وعشان ستسأل يا عبد الله عن شبابك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلاه تخيل هتسأل يعني أنت دلوقتي لازم تؤصل في أنك أنت مسؤول عن شبابك حتى لا تؤذي أحدا من عباد الله حتى لا تتطاول على أحد لأنك مسؤول عن كل صغيرة وكبيرة عن شبابك أمام الله تبارك وتعالى والذي أمدك بالقوة هو الله والذي أمدك بالعقل هو الله فسخر نعمة الله تبارك وتعالى في طاعة الله عز وجل يعني لازم تقبل على الله لازم تفيق من غفلتك هتفضل لحد أنت تستعبدك سجارة أو تنجرب في المخدرات تضيع شبابك يعني أفضل المراحل العمرية متى ستفيق يا أخي متى ستفيق لا بد أن تفيق من غفلتك هذه يعني تذكر وقوفك يوم العرض عريانة مستوحشا قلق الأحشاء حيرانة دعاك ما قد فات ما قد كان في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكيها يا مذنب لم ينسه الملكان حين نسيته لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاهم تلعب والروح منك وديعة أوضعتها ستردها بالرغم منك وتسلب والروح منك وديعة أوضعتها ستردها بالرغم منك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب الليل فعلا والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب دعاك ما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وأقبل على الله عز وجل وأقول لك لن تنعم بحياتك ولن ينعم الإنسان ولن ينعم الإنسان في حياته إلا بإقباله على الله عز وجل إلا بالتوكل على الله إلا بالاستجابة لأمر الله وإلا بالسير على صراط الله المستقيم بصف هي الحياة لازم تعرف كده يعني ليس للعبد إلا طريق الله لكي ينجو من فتن الدنيا ولكي ينعم بهدى الله وبحياة طيبة طريق الله المستقيم إلا ربنا عليه إن ربي على صراط مستقيم واللي بيهدي ربنا الناس إليه وإنك يعني ربنا سبحانه وتعالى أيضا والذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم المولى تبارك وتعالى أيضا يقول لحبيبي فاستمسك فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وبيّن المولى تبارك وتعالى للحبيب المصطفى أنه يهدي الناس إلى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم وإنك لا تدعوهم إلى صراط مستقيم إذن الصراط المستقيم هو الذي سينجيك من كل هذا هو الذي سيأخذ بيدك إلى النجاح ولكن عايز أقول لك إنك ما لم تتلمس وما لم تأخذ طريق الله المستقيم فستظل فيتيهم في تخبط ربنا لألكد أمشنا المولى تبارك وتعالى قال أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِمْ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا يعني إيه يمشي مكبّا يعني إلما يتخص صراط الله المستقيم ويسير على طريق الله المستقيم كأنه يمشي مكبّا على وجهه أي كأنه يزحف على وجهه ويطأت رأسه فهذا لا يستفسر طريقة حتما سيتخبط هنا ويتخبط هنا وسيهوى في الضلال وفي الإنحطاط وفي البعد عن الله تبارك وتعالى هذا هو المكب لأنه لا يستفسر طريقة أهدأ من يمشي سويا أي يمشي مستقيما على صراط المستقيم طبعا بص قدامه وشايف طريقه كويس وعلى صراط المستقيم إلا هو صراط الله تبارك وتعالى الذي دعى الناس إليه إذن لا نجات للجميع إلا في أن يمضي العبد على صراط الله المستقيم طب إزاي أسير أو أمضي على طريق الله المستقيم يعني تلاقي كثير ويقول لك والله أنا نفس توب ونفس أرجع ولكن أنا مش عارف أعمل إيه أنا أريد التوبة وأريد الرجوع وأريد أن أسلك الطريق المستقيم ولكن كيف هذا؟ هذا ما سوف نعرفه بعد الفاصل إن شاء الله نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم إن شاء الله دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التمزم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يسأل كثير من الشباب كيف أتوب أو كيف أسلك الطريق المستقيم الذي حتما فيه النجاح وحتما فيه الفوز العظيم في الدنيا والآخرة أقول يعني الأمر يعني لابد أن احنا أصلنا في البداية أن الله على صراط المستقيم ويدعو الناس إلى صراط المستقيم وكذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول أبن الآخر إيه تسمع كلام ربنا وكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دين البداية لازم تعرف كده الطريق المستقيم في اتباع هدى الله الذي هو في قرآن الله عز وجل وفي سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم لكن هناك أشياء لازم تتخلص منها لازم الأول تتخلص من أشياء لأن التخلية قبل التحلية بمعنى أن في أشياء فعلا بتحول بين العبد وبين الهداية الواحد يعيز ربنا يهديه لكن مش عارف أو مش عارف إيه السبب أنا هقول لك حاجات كده لازم تتخلص منها الأول عشان هدى الله تبارك وتعالى يتأتى إليك وتستشعر بهدى الله تبارك وتعالى في قواعد قرآنية الصلحة المولى تبارك وتعالى بأنها بالفعل بتحول بين العبد وبين الهداية أولها أن تتخلص من المظالم لازم عشان تأتيك هداية ربنا سبحانه وتعالى لازم تتحلل من كل المظالم لازم تتوب إلى الله لازم يعني تغير تشوف نفسك تقعد مع نفسك أنا ظالم حد أنا ظالم زوجتي أنا ظالم أخويا أنا ظالم حد من المسلمين أي وأغير المسلمين هل هناك مظلمة ليه لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إيه والله لا يهدي القوم الظالمين يبقى لازم تتخلى يعني تتخلى عن كل المظالم وترد المظالم أول حاجة الحاجة التانية لابد إنك إذا كنت على معصية أو بتواضب للأسف على معصية أو شيء يغضب الله تبارك وتعالى لازم تبادر بالإقلاع عن تلك المعصية بالإقلاع عن الفتن بالإقلاع عن فاحشة ما أو عن شيء ما أو عن أي شيء يأخذك بعيدا عن هداية ربنا سبحانه وتعالى والحلال وبين والحرام وبين أنت عارف هناك أشياء أنت هتجيتها لابد تقول لازم لازم تخلص منها عشان أبدأ على هداية ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ الله تبارك وتعالى أيضا قال والله لا يهدي القوم الفسقين فأي عمل فيه فسق أو فجور أو فحشة أو أي شيء يغضب الله عليك لازم لا بد أن تتخلص من هذا العمل العمل الذي يجلب لك سخط الله تبارك وتعالى كذلك من أهم الأشياء في طريق الهداية أنك أنت لازم تتخلص من أصدقاء السوء دي الكرسى المصيبة الكبيرة أنك أنت يعني عبد يسعى فيه طريق عشان خاطر عبد أو خاطر إنسان يعصي الله تبارك وتعالى لازم تتخلص من رفيق السوء لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ الظَّالِمُ هنا الظَّالِمُ لِنَفْسِي على يديه يقول يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ليه لقد أضلني عن الذكر هذا العبد الذي يأخذك إلى معصية الله وإلا كانت أمرحك أنا صديقك ليس بصديقك بل هو من الأعداء قال اللهم عز وجل الأخ من الأعداء لك يوم القيامة ما لم يتب إلى الله تبارك وتعالى قال اللهم عز وجل قال أخي الله ويوم إذن بعضهم لبعض عدو ما هيتبرأ منك أمام الله اللي بيغرق بسجارة اللي يقول لك اللي يقول لك تعالى بس نسهر في المكان الفناني تعالى بس نشوف هنعملين نبات في المكان الفناني وهكذا كل هذا لازم تتخلص من رفيق السوء هذا الذي يضلق عن ذكر الله وعن هدى الله وعن نور الله تبارك وتعالى لازم تأصل في نفسك كده اتخلص من هذا اتخلص من الظلم من الفسوق من صديق السوء لا بد أن تتخلص من أصدقاء السوء حتى تعلم كيف يعني تأخذ بهداية الله تبارك وتعالى وتسلك الطريق المستقيم إلى هداية الله تبارك وتعالى عايز أقول لك في قصة الرجل الذي قتل مئة نفس قتل تسعة وتسعين وأراد التوبة إلى الله عز وجل فسأل فدل على راهب يقال له فيه راهب ممكن تسأله راح يسأل الراهب قال له إني قتلت تسعة وتسعين تخيل بقى شف تسعة وتسعين نفس يعني هذا الذي قتل أكيد سلك كل سبل وكل طريق المعاصي والعياذ بالله المهم ذهب إلى الراهب قال إني قتلت تسعة وتسعين نفسا وأريد أن أتوب فقال له ليس لك من توبة انت جايب بعد ما خربتها زي ما بيقول انت قتل تسعة وتسعين نفسا مش هايب ما يريكش توبة فقتله فقتله نعم يكلم طب تفاض تفاض ما فيش مشاكل تعمل إذن قتله فكمل به المعا قتل الراهب كمل به المعا إذن بعد ما قتل المعا عايز يتوب يعني يريد التوبة يريد السير على الطريق المستقيم إذن فسأل فدل على عالم فذهب إلى العالم فقال إني قتلت مئة نفس وأريد التوبة خد بلك أنا بأصلك في القصة دي حاجة مهمة ضرورية جدا عليكم سلام عليكم أيوة وليكم 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 أنا شعارت عميه معمارة أبوية يعني أعمل معها إيه هي بتعملني أصب وحيش معليش ترفع الصوت شوية وقول لك هي في دست الشيك معمارة أبوية بتعملني بأصب وحيش تمام يعني هي من المؤمنات المحافظات على الصلاة المقبلة على الله عز وجل والحالة هي طيب طيب فيه أنا أقول لك على حال خلاص تمام إحنا في هذه الطريقة أو في هذا النظام لا بد أن نعلم أنه هذا نوع من الإبتلاء والإبتلاء لا بد له أو لا بد من الصبر عليه يعني حاولي تتصبر حاولي تنصحيح حاولي تمام أنت هنشكرك يعني خلاص اقفلوا أنا هرد عليك إن شاء الله كمل ماشي إحنا بنقول أن هذا نوع من الإبتلاء بنقول لا بد أن تصبري تصبري عليها تنصحيها لو هناك أحد يستطيع أن يقدم لها النصيحة وهتقبل منه وكلميه المهم أنك أنت في كل الأحوال حاولي بقدر الإمكانك أنك ما تؤديه يعني توصليها تأمريها هناك من يأمرها كلمي أي أحد يذكرها بالله عز وجل وبطاعة الله وبالقرب من الله حتى يعني حتى تنول أو تنال أجر الله تبرك وتعالى أقول ذهب ذلك الرجل الراهب إلى ذلك ذلك الرجل الذي يتوب الذي قاتل أراد التوبة وقاتل مئة نفس فدل على عالم فقال إني أريد أن أتوب إلى الله عز وجل فقال نعم فهل من توبة قال نعم ومن الذي يستطيع أن يحجب عنك رحمة الله تبارك وتعالى ولكن شف قال له إيه أو العالم أول حاجة ولكن اذهب إلى قرية بني فلان فإن بهم قوم صالحون فاعبد الله معهم يبقى البداية هول زي ما يقولك تخلص من الواقع الأليم اللي بيشدك للمعصية ده الواقع الأليم لأنك أنت قتلت وعملت ورحت وجيت كل يوم هتشوف واحد يذكرك بمعصية كل يوم هتشوف واحد يسد يشدك إلى المعاصي أخبار قال له إنت تروح سيب المكان اللي انت فيه ده وانتقل إلى القرية الصالحة وعبد ربنا في مكان صالح وفي مكان بعيد في بيئة غير البيئة إذن انت عشان لازم عشان تأخذ بهدى الله عز وجل وتنال هداية الله لازم تتخلص من رفيق السوء الذي يأخذك إلى الضلال المهم الراجل فعلا أخذ عزل من المكان بتاعه وريح المكان القرية الصالحة فإذا بملك الموت يأتي وقضي الرجل ومات في مكان في منتصف الطريق بين القرية الصالحة وبين القرية التي كان يعيش فيها فتنزعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب أما ملائكة العذاب قالت إنه لم يطيع الله إنه لم يفعل عملا صالحا إنه إنه وأما ملائكة الرحمة قالت إنه أقبل ويريد التوبة ويريد رحمة الله عز وجل وقد عزم على الإقبال على الله عز وجل فتخاصموا فيه فيعني أرسل الله إليهم رسولا في سورة بشر فحكم بينهم فقال قيسوا المسافة بين القرية الصالحة والقرية التي كان فيها فإن كان أقرب إلى القرية الصالحة فلتأخذه ملائكة الرحمة وإن كان أقرب إلى القرية التي كان القرية التي كان فيها فلتأخذه ملائكة العذاب فاسمع يعني ده برضو يؤصل لنا إنه ربنا عايزك ربنا عايزي توب عليك ربنا يفرح بتوبة العاب الله جل فيه عليائه إن مهم قاسوا فعلاً المسافة فالرليل مات في منتصف الطريق ولكن هنا أوحى الله تبارك وتعالى إلى الأرض أن تتزحزح لتتقرب القرية الصالحة فقاسوا المسافة فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة بمقدار شب ففازت به ملائكة الرحمة إذن هذا يعني نأخذ منه حكتين الحاجة الأولى أنك تنطلق أو تبعد كثير عن الرفقاء السوء حتى تأخذ بهدى الله تبارك وتعالى الحاجة الثانية أنك أنت مهما كانت ذنوبك فالله غفور رحيم قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم طيب سريعاً كده نعمل إذن تخلصنا بقى من الظلم صدري مكلم؟ أعلم؟ أعلم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا شيخ يعني الدين في حاجة في الدين تقول إن الحمى تكلمنا وحش أو تعملني وحش لا طبعاً يعني أقولوا للناس خاصة في الوقت أدراً إنه يكون في مشكلة معي أنا وجوزي هي بتتدخل يعني آخر مشكلة أنا كنت مظلومة فيها مع جوزي فهي بتتدخل فكانت تتدخلت بس تتدخلت إنه هي جات علي وزعائزي وبدرجة إن أنا برضو جوزي قال لي ما عليش نزلي صحيها قلت إدماغها وقلت إيديها وقلت لها حقك عليها وهي لحد دواتي ترطاني بشيتي ومش مخلاني عنزلها وبرغم اللي أنا شايلة فهو فيه سبب فيه سبب يعني هل حضرتك يعني أزيتيها بشي عملت فيها يعني ولا يعني أبداً هل معقول يعني أنك أنت مطاع على طول أنت كويسة معاه وهي بتقابلك يعني أنت تقابلها بالحسن والله أنا كويسة معاه كل حاجة بس كم لك أسمع بوزي طيب طيب أنا كم معي تلفوني فهو دع منه فهو دع منه فأنا أستله خلاص فأنا أحب لي غيره قال لي أنا مش هكب لي غيره وهي بقى اللي قال لي خلاص أنا هجب لي غيره بس يزبر عليه شوية هي مش عايزة ولا يجب لي غيره الزوج مش بيحاول يقرب بينكو كده ولا إي لا يعني يعني أنا في الترع وندلة أنت راح فيني أنت جاي منين طب أنت تأخرت ليه طب أنت مش هكب في هتة الفلانية أو أشتكيله أقول له مثلا طيب أقول لها أنا عملت لها إيه اللي هي تعاملني كده يقول لي دي أمي أنا معدكش إن أنا زاعة لأمي برغم أن هي إدهديني ويجع يقول لي أمي مش مقربنا البعض أو مش محددنا البعض حتى لو أنا مش علي غلط برط بيقبل علي غلط هو ده دور الزوج هنا لازم يحاول ينزع البغضاء اللي بينكم ولازم يقرب جدي ما بيعرفش كده طيب طيب أشكرك وإن شاء الله إسمعيني أشكرك وإن شاء الله إسمعيني إحنا دلوقتي بنقول يعني يعني مفروض يعني الزوج في هذه الحالات لا بد أن يتدخل لا بد أن يزيل زي ما يقال فتيل الأزمة أو المشكلة اللي بتحت السبب في المشاكل ويقربهم من بعض إلى بعض لكن ما فيش حاجة في الدين بتقول إن الحامة تعامل بالعكس يعني هي برضه لو كانت بتسمعنا أو نصيها بتقوى الله عز وجل وإنها لا تؤذي أحدا حتى ولا بين السبيل ثانية لإن يا أخواننا برضه بنضمن اللي كان معنا في اللقاء ده إن حاول ما تكونش من المفلسين ممكن عبد يكون من المصلين من المزكين من اللي يصلي يزكي حقي لكن للآسف الشديد إصراره على أزية إنسان أو يتسبب في مضايق لإنسان ده يجلب له إن حسناته تزول والعياذ بالله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس قال المفلس فينا من لدرها ما له ولا متعقال ليس ذلك ولكن المفلس من جاء يوم القيامة بصلاة وزكاة وصدقات وحج وجاء وقد شتم هذا وضرب هذا شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وصفك هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فلا ينبغي العبد يعني تخيل بعد ما يبقى حسنات أد هتتتخذ منه كلها بسبب أن يؤذي العبد يعني أي إنسان ولو حتى ولو بأي كلمة أو حتى بنظر والله إذا لإن ديننا كما قلنا ديني يحترم الخصوصيات يحترم حقوق الآخرين ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنبزوا بالألقاب هذا الذي ينبغي أن نكون عليه المهم الرجل تابع إلى الله عز وجل ونأخذ من هذه القصة أن الله تبارك وتعالى يتوب على من أراد أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى نطلع فاصل ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل بسرعة كده بسرعة كده ونأخذ من أراد أن أمضي وأسير على الطريق المستقيم الذي فيه الراحة وفيه الرحمة وفيه النجاح في الدنيا والآخرة بداية أقول لك إذا ما أردت الإقبال على الله عز وجل لازم تبدأ بالفرائض لازم تبدأ بفرائض الله عز وجل ما افترضه الله في كتابه ما أمر به المولى تبارك وتعالى وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الوجوب في حديث قدسي عن رب العزة يعني حبيب المصطفى عن رب العزة أن الله عز وجل يقول من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب اسمع بقى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه البداية فرائض الله عز وجل أحب إلي مما افترضته يعني مهما تحاول تتقرب إلى الله مش هينفع تبدأ صح إلا بفرائض الله عز وجل ربنا أمر بصلاة تؤدى الصلاة في وقتها كما أراد الله عز وجل هذا هو النور بالفعل يعني مهما كنت لا بد أنك تعرف الفرائض تؤدى في أوقاتها حتى تسلك الطريق المستقيم فرائض الله تؤدى في أوقاتها وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه البداية فرائض الله عز وجل ربنا أمر بصلاة تؤدى في أوقاتها ربنا أمر بزكاه لابد أن تخرج الزكاه ربنا أمر بحج ربنا أمر بغض بصر ربنا أمر بأشياء كثيرة لابد أن تتلمس هدى الله عز وجل فيما أمر به الله تبارك وتعالى يبقى فرائض الله تؤدى كما أراد الله عز وجل بعد كده بعد الفرائض تأتي النواف لأن كلما والذين اهتدوا زادهم هدى و أعطاهم تقواهم يعني أنت لو ربنا لو أقبلت على الله حتما ستجد هدى الله تبارك وتعالى الإقبال على الله عز وجل يجلب رضى الله عز وجل يبقى تؤدي فرائض الله كما أمر الله عز وجل ولا يزال عبد يتقرب إلي بالنواف الفرائض بتجلي بالنواف حتى أحبه شو بقى لو أديت فرائض الله عز وجل وتنفلت إلى الله عز وجل حتى أحبه فإذا أحببته فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه إذن هو الإقبال على الله عز وجل بسرعة كده برضو أيضا إذا ما أردنا هدى الله تبارك وتعالى والسير على الطريق المستقيم لا بد من القرآن لا بد أن تأخذ من القرآن احفظ قرآن اقرأ قرآن يعني بأي شكل لازم تأخذ كل يوم من كتاب الله هذا هو الهدى مش ربنا سبحانه وتعالى يا من تريد الهداية قال إن هذا القرآن يهدي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقم ولما أراد الله هداية البشر وهداية الناس أنزل إليهم القرآن الطريق الأول أن تؤدي فرائد الله وأن تأخذ بكتاب الله وأن تقرى كتاب الله وتتعلم وتدارس القرآن بأقول لك أكبر وسائل وسبل النجاح إنك تكون مع القرآن اقرأ قرآن استمح قرآن تدبر تدبر يعني إدرس لابد أن تعلم ماذا أرد ما هو القرآن هو القرآن هو الذي سيهون عليك وسيعلمك بحقيقة الدنيا القرآن هو الذي سيذكرك بالآخرة القرآن هو الذي سيعلمك الأعمال الصالحة التي لابد أن تقبل على الله بها القرآن هو الذي سيعلمك الحلال من الحرام القرآن هو الذي سيفاقيه القرآن من الآخر والله من الآخر كده القرآن هيخليك بني آدم القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى يهدي للتي هي أعلى أزكى أرقى فلابد أن تأخذ من القرآن كذلك لابد أن تجاهد تجاهد نفسك لأن الهداء يعني أنك إنت لما تيجي تقبل على الطاعة هتلاقي أكيد فيه مشاكل فيه مشاكل نفسية فيه صديق فيه جو واقع للأسف أنت كنت عايش فيه فده بقى عايز المجاهدة أول من أفضل الأولويات في سبل الهداء إنك تجاهد نفسك وتعلم أنك يعني في البداية يكون فيه شيء صعب شوي لكن والله الذي لا إله إلا هو إذا ما أطعت الله بعد ذلك ستستلز الطاعة والأعمال اللي انتهى كنت بتأديها بالعافية دي هتأديها وانت في قمة السعادة يعني أنا إلي وكهة نظر في حتة الهداء دي كلما أقبلت كلما أخذت هداية من الله عز وجل ليه؟ ربنا يقول والذين جاهدوا فينا إيه؟ لنهدينهم سبلنا كلما تجاهد كلما يهديك الله كلما تجاهد كلما تكون على الطريق المستقيم كلما تجاهد نفسك كلما تقبل على الله تبارك وتعالى وتكون من الفائزين يبقى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا كذلك الذي ينبغي عليك أيضا حسن الظن بالله يعني أحسن الظن بالله إن ربنا سبحانه وتعالى هيتوب عليك لابدك يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني شوف بقول لك لابد كلما تعمل طاعة هتلاقي طاعة وهيوسر لك الطريق على فكرة يعني هي كلما أقبلت كلما أخذت طاعة فيه سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى لما العبد يقبل على الله فعلا ما بيستلزش بالحياة إلا في طاعة الله عز وجل يعني أنا عايزة أقول لك مثلا ممكن تلاقي واحد يقول لك أقوم في الساعة أربعة الفجر أصلي الفجر في حز البرد وقومنا تحت البطاطين طيب لو قلت لك إن فيه ممكن يكون واحد عنده ثمانين سنة وعدد ثمانين ولابد في نفس الوقت كل يوم يقوم يصلي الفجر ده معناه الرجل ده استلز هذا العمل لكن أنت مستصعب لأنك أنت في البداية جاهد نفسك جاهد وهتجد الملزة والطاعة والرحة في الطريق وفي مجهدة نفسك في طاعة الله تبارك وتعالى وربنا بيقوله أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني يبقى كلما كنت ذكرا لله كلما كان فزت بمعية الله الخاصة وأنا معه إذا ذكرني فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي الله 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 سيذكرك أيها العبد الضعيف المسكين سيذكرك الله وهو القوي وهو الرزاق وهو المعز وهو المعطي وهو الذي بيده ملكوت كل شيء وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإن تقرب إلي شذرا تقربت إليه ذراعة الله يريدك الله يريدك أن تقبل عليه فأقبل على الله تبارك وتعالى وإن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه بع وإن أتاني يمشي أتيته هرولا هاتلك هي رحمة الله الله يريدك فأقبل على الله عز وجل وجاهد نفسك وقرأ القرآن كذلك أيضا عليك بصحبات صالحة زي ما قلنا هناك إنك لازم تتخلص من رفقة السوء لازم أيضا تتخذ لنفسك صحبة صالحة تأخذك إلى الطعوة تحدك تحدك على فعل الخير مش ربنا سبحانه وتعالى قال للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الذي أصطفاه الله وهو رحمة الله للعالمين قال له واصبر نفسك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا اسمع بها ولا تغطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا إذن الصحبة الصالحة مجاهدة النفس قراءة القرآن الإقبال على الله ذكر الله كلما تقربت إلى الله كلما قربك الله منه أيضا فرائد الله عز وجل نوافل أقبل على الله بهذه الأعمال في كل هذا من سبل الهداية التي تقربك إلى الله عز وجل وتجد من خلالها منه عايز أقول بسرعة بقى كده يعني رسالة إلى من يهمه الأمر رسالة إلى من يهمه الأمر وكلنا يهمنا أمر شبابنا كلنا يهمنا أمر أبنائنا كلنا يهمنا أمر الشباب رسالة إلى الأسرة يعني ربي ولدك على طاعة الله ربي ولدك على الدين لابد أنك تغرس في الولد من صغره أنه يتعلم دين ربنا لابد أنك تقرأه لا بد الولد يعني تخلي يحفظ قرآن يقرأ القرآن معك لا بد أن يقرأ قرآن طيب بيولد وقتهم طب خلاص إذن الأسرة أقول لك وطن ولدك أو اجعل ولدك يعني يذهب إلى المسجد ويحافظ على الصلوات في المساجد وما تتبعش ليقولك المسجد يخليه كذا ويخليه كذا لا المساجد إنما تصنع الرجال المساجد لا تخرج إلا رجاله ربنا قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدوة والأصل رجال رجال أقول المسجد مصنع الرجال كذلك رسالة إلى من ينتجون الأعمال التي يعني للأسف الشديد يعني كفاية بقى انتاج بلطجة انتاج إنك تطلع البطل تاجر مخدرات تاجر سلاح ده بيؤصل للأسف فعلا في الواقع بتاعنا وفي الأولاد وفي شبابنا إن دي حاجة كويسة ده ده لازم ينبس ده أنت للأسف الشديد لما بتجيب واتدخلوا السجن حتى في العمل الضرامي بتجيب حواليه شلة وحواليه حاجة حلوة كده لا لازم ده ينبس ولابد أن ده يعني تأخذ بالكم من ذلك يا أخوان وتحرص وعلم أنك مسؤول أمام الله عز وجل ولقد جئتمون فراد كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خوالناكم طبعا يعني المهم في خلاصة الأمر عشان نلم الموضوع يعني بقدر الإمكان الإقبال على الله سبل الهداية في طاعة الله عز وجل أريد أن أقول إخوة الإسلام الإقبال على الله فيه النجاح فيه الراحة فيه الرحمة فيه الطمأنين سبل الهداية لشبابنا اهتموا بشبابنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لو لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التبسم والحوار بلا جدال فيه الطاوى الصوت في الأمور والاعتدال اشتركوا في القناة